طب تعال بقى على مستوى التحكيم وعلى مستوى التحكيم البرنامج ده تحديداً لما ينور اللمبة الحمرة من فترة على مشاكل التحكيم لازم تتأكد ان في مشكلة احنا شايفينها ناس كتير اكت بتقعد تقول لي يا محمد ما احنا دايماً عايزين فيه خبير اجنبي لازم ندافع عن التجربة ندافع عن التجربة بس لما تبقى التجربة مش مشة في الاطار السليم لازم نعمل وقفة ولازم نعمل يعني رد فعل على اللي بيحصل واحنا هنا دايماً الحمد لله مش بنشتغل بناء على الاهواء الشخصية احنا دايماً بندور على المعلومة فلما تجدنا معلومة ان فيه حاجة غلط احنا اول الناس اللي هنقول فيه حاجة غلط ودلوقت الكل بيرد كل الكلام اللي احنا قلناه من فترة مش معنى ان فيه خبير اجنبي والتحاد الكرة جايب خبير اجنبي فيبقى حاقت صدل اي خطأ يحصل محدش يجيب سيرة الاتحاد فيجيب سيرة الخبير الاجنبي احنا مش هنشتغل كده خبير اجنبي موجود شغال غلط هنقول شغال غلط اتحاد الكرة مش بيوفر الخبير الاجنبي المساحة الجيدة للشغل هنقول اتحاد الكرة شايف الخبير الاجنبي مش شغال صح وساكت هنقول لكن هنا طالما احنا نورنا اللامبة الحمرة وقالنا لكم يا جماعة فيه حاجة غلط ياريت الكل ما يخدناش في سكة اللي احنا لنا اغراض تانية لا احنا بندافع عن النادي الاهلي في الحق ما بندفعش في الباطل فمحدش يدافع عن التجربة لمجرد الدفاع عن التجربة ما لو الخبير الاجنابي المشي هنطالب بوجود خبير اجنابي بس يجي خبير اجنابي بجد ما المشكلة مش في التجربة المشكلة في الاختيار انت بتختار مين بتجيب مين هل انت عايز تجيب واحد اجنابي وخلاص عشان بس ترضي الناس ولا بتجيب واحد يطور انا لغاية دلوقتي مش شاف واحد جاي يطور ودايما هفضل اقول الكلام ده انا شايف فيه اخطاء كارثية بتحصل داخل لجنة التحكيم اخطاء كارثية والكل بلا استثناء امبارح بتكلم عليها فكرة انك تختار حكم صغير في السن زي الكابتن محمود ناصف اللي قدر مباراة البلدية والاهل امبارح انا مش هاجي على الحكم انا هاجي على الاختار هذا الحكم على فكرة محمود ناصف عشان بس اللجنة ما تقولش احنا بندفع بوجود جديدة حكم ده موجود في الدوري من 2019 الحكم ده موجود في الدوري من 2019 واشتغل فار تقنية فيديو فار في 2020 و2021 و22 وكان حكم رابع في العديد مباراة الدوري العام فانت مش جاب واجه جديد علينا يمكن احنا عشان مركزين شوية وعندنا تفاصيل فعندنا الهيستوري كويس جدا للكابتن محمود ناصف حكم نتمنى له يكون موفق في الفترة اللي جايه بس امبارح اللجنة حطته في مباراة غير مؤهل ليه ده لصالح مين حضرتك لما تعين حكم غير مؤهل لمباراة زي دي وبتختاره الساعة تمانية بالليل قبل معاد المباراة بعدة ساعات هل انت كده اهلته نفسيا لإدارة اللقاء لما تيجي تعلن اسم الطاقم في الفجر انت كده بتساعد الحكم ولا بتحط دغوط عليه ما انت بتديم ساحة للقيلة والقال كل ده انا مدخلتش في الفنيات انا بتكلم بس في الاساسيات اللي اللجنة المفروض بتشتغل عليه حكم صغير بلا خبرات اه اشتغل في الدوري منذ سنوات ولكن ما خدش مباراة كبيرة كان كل سنة بيخد له مباراة والا اتنين في الدوري وبعدين كمان تيجي السنة دي الراجل قدر اربع مباراة في الدوري اتنين منهم للبلدية تحطه في المباراة الخمسة ليه وتبقى التالتة ليه مع البلدية يا جماعة انتوا ما فيش دماغ برضو يعني انتوا بتخلصوا على الحكام الصغيرين حتى ما هو انت كرئيس لجنة عايز تقول في نهاية المسلم بورقة او قلم كده وده انا عارف انه بيتحضر من دلوقتي انا صعدت للدوري خمستاشر حكم انا طلعت خمستاشر وجه جديد ايوا النتيجة ايه في النهاية ولا واحد منهم دلوقتي يصلح ان يدير مباراة كبيرة لان انت اصلا ما اهلتوش ما عملتوش محاضرات ما اهلتوش نفسية ما علنتش اسم الحكم قبل المباراة بيوم واتنين عشان تعيش الناس الاجواء ان فيه حكم صاعد الناس كلها ممكن تدعمه لكن انت اخترت تقويتات خلت الناس عن ده يا ريبة حكم اسمه بينزل الفجر حكم صغير في السن وهو قدامنا على الشاشة هو نازل طاقم التحكيم معاه حتى نادر امر الدولة حكم رابع حكم المساعد التاني ده حكم متميز جدا رغم انه كانت كل قراراتهم بارح حتى كانت معظمة كانت ضد الاهلي بس احنا شايفينها قرارات فنية كانت جيدة جدا فاشدنا به فطاقم التحكيم قدامكم همه على الشاشة وحبنتكلم عليه عشان برضو ايه نقول اسمهم بالكامل محمود ناصف المساعد الاول هنا عبد الفتاح ده حكم دولي احمد عبد المنعم شعبان المساعد التاني ده اللي موجوده هو على يمين احمد على المين نادر امر الدولة وكان على الفار طريق مجدي ومصطفى عثمان طيب ده الجانب المتعلق بيه المعايير